ترازع البنك المركزي اليمني في عدن عن قراراته بوقف التعامل مع العديد من البنوك ومنشآت الصرافة اليمنية قرار البنك المركزي في عدن جاء بعد أن رضخت هذه البنوك لسياسته النقدية ارتزمت بتنفيذ مطالبه وتوجيهاته في إطار السياسة النقدية والمالية التي ينفذها في البلد وكان البنك المركزي قد وجه بوقت سابق بوقف التعامل مع بنوك التضامن واليمن والكويت ومصر في اليمن والبحرين الشامل وبنك الكريمي وبنك الأمل للتمويل الأصغر بسبب رفضها التعامل مع شبكة التحويلات المالية الموحدة ورضخها لسياسة ميليشيا الحوثي فالتزمت هذه البنوك لاحقا بتنفيذ السياسة المالية للبنك المركزي اليمن في عدن الأمر الذي دفع إدارة البنك لإعادة التعامل معها ووقف العقوبات